السلام عليكم معكم أخوكم علي حسين من قناة آيتونز Q8 اليوم رح نتكلم عن شاشة أتوموس شينوبي رح نفتح العلبة ونشوف شون تحتوي عليه هذه العلبة ورح نتكلم عن مواصفات هذه الشاشة بس في البداية خنعرف هذي الشاشة منه تفيد هذي الشاشة تفيد الأشخاص اللي يحبون يصورون فيديو إذا أنت تريد تصور فيديو فهذه الشاشة وايد راح تفيدك شلون رح نشوف مع بعض الحين خنفتح العلبة أول ونشوف شونه فيه داخل العلبة العلبة تحتوي على الشاشة وبلاك الكهرباء ومجموعة محولات للكهرباء تقدر تستخدمها بأمريكا وبريطانيا وأوروبا والدول الآسيوية هذه الأشياء اللي موجودة داخل العلبة لكن ما راح تحصل داخل العلبة على كابل HDMI ولا راح تحصل على الستاند أو الهد اللي يركب فوق الكاميرا فلازم أنت تشتري هد حق هذه الشاشة هذه هي الأشياء اللي تحتوي عليها العلبة خلنتكلم الحين عن مواصفات الشاشة عندنا شاشة لمس 5.2 إنش بدقة Full HD 427 PPI الأسبكت ريشيو 16 على 9 وطبعا الشاشة هذه نيتف والسطوع في الشاشة ألف نت يعني إذا أنت قاعد تصور برا أو الدور قاعد تصور مثلا بالشمس ما راح تأثر أشعة الشمس على وضوح الشاشة راح يكون أيضا مبين معاك الأشياء اللي أنت قاعد تشوفها بالشاشة فما راح تأثر عليك لا الإضاءة العالية ولا إضاءة الشمس والحين عندنا على جنب الشاشة عندنا مدخل HDMI وندنا مدخل الهيدفون جاك تقدر أنك أنت توصل سماعة على الشاشة بحيث إذا أنت قاعد تسجل تسمع جودة الصوت أثناء تسجيل الفيديو فهذه راح تساعدك وايد بحيث أنك أنت تعرف جودة الصوت أثناء التسجيل والشاشة تعطيك Multi Scope View تعطيك Scopes Wide Form تعطيك Histogram وفيكتور سكوب وأيضا الأوديو متر راح تعرف White Balance راح تعرف الفوكس ما لك وين رايح راح تعرف جودة الصوت ووضوح الصوت وشلون راح يكون أثناء التسجيل والشاشة وزنها خفيف 200 جرام وجودة تصنيع الشاشة جدا منتازة الشاشة ما راح تحس أنها مصنوعة من البلاستيك الكواليتي ما لها جدا عالي والشاشة أيضا تعمل على البطارية إذا ركبت البطارية على الشاشة أيضا ما راح يثقلك من وزن الشاشة بحيث أنك إذا ركبت الشاشة على الكاميرا ما راح تحس وزن زايد على كاميرتك وراح يأثر عليك أثناء التصوير والشاشة تحتوي على مروحة للتبريد وإذا أنت مركب الشاشة على الكاميرا ومركب مكروفون Shotgun أو On Camera ما راح تحس بصوت المروحة نهائيا ما لها أي صوت فراح تسجل وأنت مرتاح وما راح يأذيك صوت المروحة عندنا في هذا الجانب مدخل الـ SD Card الـ SD Card في هذه الشاشة مو للتسجيل ما راح تقدر تسجل من خلال هذه الشاشة على الـ SD Card نزيل شنو فايدة الـ SD Card الـ SD Card يخليك تسوي تحديث للشاشة وأيضا تقدر تحط الـ Look Up Tables ملوتك على هذه الشاشة اللي هي اللتس المتعرف عليها اللتس مصورين الفيديو يعرفون شنو هي اللتس اللتس مثل الفلاتر تقدر أنك أنت تحطها مباشرة على الشاشة وتشوف أثناء التسجيل شلون راح يطلع معاك مع اللتس أو الفلاتر اللي أنت تستخدمها إذا أنت قاعد تستخدم الشاشة اللي موجودة على الكاميرا ما راح تقدر تعرف شنو الإضاءة اللي أنت تحتاجها على اللتس إذا أنت صورت من خلال الشاشة اللي موجودة على الكاميرا واخذت الفيديو مالك وحطيتها على الكمبيوتر وشغلت Final Cut Pro أو الأدوبي بريمير بعد ما تحط اللتس راح تلاحظ فيه اختلاف في الألوان وفيه اختلاف في الإضاءة فأنت ما راح تعرف الإضاءة مالتك شون راح تكون أثناء تركيب اللتس أو تركيب هذه الفلاتر فالشاشة هذه راح تساعدك أثناء التصوير راح تعرف اش كثر تزيد الأكسبوجر أو اش كثر تحط إضاءة أو اش كثر فتحة العدسة مالتك راح تكون أو حتى الآيزو مالك اش كثر ترفعه فهذه جدا ميزة مهمة تكون عندك وهذه أيضا راح تفيدك أثناء تصوير الفيديو راح تغير من أداء التصوير عندك هذا بخصوص اللتس والشاشة أيضا راح تخليك تعرف الWhite Balance مالك شلون صاير دقة الألوان في هذه الشاشة جدا ممتازة وإيضا راح تعرف وين مكان الفوكس الشاشة مالت الكاميرا جدا صغيرة أحيانا تصور وبعد ما تأخذ الفيديو مالك وتحطه على شاشة كبيرة وتحطه على شاشة الكمبيوتر راح تشوف نهائيا الفوكس مالك مو مضبوط أنت مثلا حط الفوكس على العين حسبالك أنك انت ما أخذ على العين لكن انت ما أخذ الفوكس على الخشم راح تلاقي العين عندك مو ماخذة على الفوكس الصحيح في هذه الشاشة راح تقدر تختار هذا الخيار راح يبين لك مكان الفوكس وايضاً راح يعطيك الزبرة راح تعرف الـ Over Exposure عندك وين بالتصوير راح تعرف مثلاً هني الإضاءة جداً عالية فراح تقدر انك انت تقلل من الفتحة او ترفع من الفتحة او انك انت تقلل الشتر سبيد او حتى تقلل من الآيزو فهذه الشاشة جداً راح تساعدك في التصوير عشان تعرف الألوان تعرف الفوكس تعرف حتى الـ White Balance مالك وايضاً اذا كامرتك الشاشة مالتها ما ترتفع معك اذا انت بتصور vlogging او بتصور نفسك وما عندك احد يساعدك وان مان شو قاعد تشتغل بروحك فما في احد يقول لك الفوكس وينها اذا انت الفوكس عليك الفوكس مضبوطة الإضاءة مو مضبوطة الشاشة مالت الكاميرا ما تلف فانت مو عارف شنه اللي لك وشنه اللي عليك فهذه الشاشة تقدر تتحكم فيها وتلفها بالشكل اللي انت تبيه وتشوف نفسك اثناء التصوير وحتى في الفلوغينج تقدر تعرف ان انت قاعد تصور نفسك بالزاوية الصحيحة او الزاوية الخطأ فتقدر انك انت تعدل من تصويرك اذا كانت عندك هذه الشاشة بالنهاية انا انصح اي واحد يصور فيديو لازم تكون عندك هذه الشاشة مهمة جداً حتى لو شاشة كاميرتك تلف معاك حجم الشاشة جداً منتازة الوان الشاشة جداً منتازة وضوح الشاشة مثل ما قلت لكم تقدر تعرف مكان الفوكس مالك الفوكس بيكينج تقدر تعرف الزبرة وين عندك الوفر اكسبوجر فهذه الشاشة روعة وجداً منتازة امصحك تاخذ هذه الشاشة هذا هو كل شي بخصوص شاشة اوتموس شينوبي هذا هو الشرح اليوم اتمنى الجميع استفاد من هذا الشرح اذا عجبكم هذا الشرح سووا لي لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسى تفعل خاصية الجرس حتى توصلك الشعارات بالفيديوهات الجديدة اتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني انا اخوكم عني حسين فم الله